الانطلاقة التاريخية بدأت بالاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 حيث بدأت باجدماع حكام الإمارات السبع واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم وأكر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها لذا تحتفل اليوم دولة الإمارات بعيدها الوطني بالذكرى الثانية والخمسين لقيام الاتحاد تم اعتماد شعار روح الاتحاد ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتم تعميمه ليكون شعاراً رسمياً للفاعليات في كل إمارات الدولة والذي استمد تصميمه من رؤية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان النهيان كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية والتي سارعت إلى الاعتراف بها فور إعلانها ودعمتها دولياً وإقليمياً شهدت المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين انطلاقة قوية حتى غدت العلاقات الإماراتية المصرية نموذجاً يحتذا به على الصعيدين العربي والعالمي وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة والإمارات ذروتها في الفترة الحالية وشهدت تطوراً كبيراً ونوعياً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها فعلى الصعيد العسكري شارقت قوات البلدين البحرية والجوية والبرية في سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة وتمثل العلاقات المصرية الإماراتية ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار وأربعمائة مليون دولار خلال عام 2022 ولأن الثقافة تعد ركناً أصيلاً في العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ومصر والتي تمتد بجذورها عميقاً أسهمت البعثات التعليمية والطبية منتصف القرن الماضي في نشر التعليم النظامي الحديث وتطوير المجال الصحي في الإمارات الاتحاد قوة وفي التفرقة ضعف منهج وعقيدة وشعار لا يتجزأ من التراث الوطني الإماراتي الدولة الشقيقة لمصرنا الحبيبة بدأنا المشوار معاً وسنكمل الطريقة معاً إلى النهاية لتحقيق آمالي وطموحات الشعبين المصري والإماراتي والأمة العربية بأكملها